محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الصيدلاني حسين علوان بهجوم مسلح نفذه مجهولون أثناء عمله علوان الذي نجى بإعجوبة من موت محقق قال إن السبب وراء الاعتداء هو امتناعه عن اصدار موافقات رسمية بفتح إحدى الصيدليات في قضاء المقدادية تعود لجهات متنافذة رفض الإفساح عنها ضغطوا علي بفتح صيدلية غير رسمية وتابع الدخلاء متنفذين معروفين بالمقدادية ما حد رادحهم هددوني أكثر من مرة قبل الحادثة بيوم وصباح الحادثة هددوني بحرق الصيدلية أنا اتجاهلت الموضوع قلت ما رح يقصير هذه البشاعة القوات الأمنية قريبة عني تقريبا 200 متر وسارعت نقابة الصيادلة في ديالا بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف ما أسمته التهديدات الإجرامية التي يتعرض لها أعضاؤها بين الحين والآخر على يد جماعات خارجة على القانون مهددين بتعليق عملهم إن لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بتلك الاعتداءات ما هي إلا محاولات يائسة لفرض قوة السلاح خصوصا وإن محافظة ديالا قد شهدت في الآوينة الأخيرة استهداف الكفاءات العلمية ومن أطباء وغيرهم ولن تتوقف نقابة صيادلة ديالا عن المطالبة بالحقوق وكشفت صحة ديالا مؤخرا عن إغلاق أكثر من مئة صيدلية وهمية ومصادرة ممتلكاتها من الأدوية يديرها أشخاص من غير ذوي الإختصاص تعود ملكيتها لجهات متنفذة مسنودة بجهات مسلحة خاصة في القرى النائية البعيدة عن سيطرة القوات الأمنية اليوم اللي دي يصير وإنه ما دي يجبرك أنه أنت تسوي له فشي رسمي حتى يشتغل به ويمارس مهنتك ويطيق دواء يطيق الأهلي والأهلك والناس دواء ممكن يكون سبب مقتلهم يعني ولم يصدر عن الجهات الأمنية في ديالا أي بيان يوضح ملابسات تكرار حوادث الاعتداءات على الكوادر الصحية من أطباء وصيادلة والتي بدأت قبل أكثر من شهرين وكان من بينها اغتيال الطبيب أحمد طلال الذي ما يزال قاتلوه خارج قبضة العدالة حتى وقت إعداد هذا التقرير ويرى معنيون أن ما تتعرض له الكوادر الصحية من أطباء وصيادلة في ديالا من عمليات خطف وقتل وابتزاز ناقوس خطر ينذر بهجرة الكفاءات الصحية إلى خارج المحافظة ولذلك يطالبون ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن هذه الشريحة التي تتولى علاج وإنقاذ العشرات يوميا أحمد الرسام الحرة ديالا